اعزائي الطلبة والطلبات تخصص زخرافة وعلان بالصف الثالث اهلا بكم معا في مادة تكنولوجيا العمليات وتطبيقاتها النهاردة هنتناول احد الديهانات اللي احنا بنستخدمها في التخصص منها اول دهان اللي هو دهان البولي استر والدهان التاني اللي هو دهان الابوكسي وطبعا احنا عارفين ان الديهانات دي اول دهان اللي هو الديهان البولي استر بيستخدم على الاسطح الخشبية وهو دهان شفاف وهو دهان شفاف طبعا علشان انفزه على الاسطح الخشبية لابد من اعداد وتجهيز الاسطح الخشبية طبعا احنا بنقول انه دهان شفاف يبقى بالتالي بيظهر جمال صمارة الاخشاب السمينة اللي هي الجيدة طيب هل احنا علشان ندهن دهان البولي استر على الاخشاب الديهان الشفاف هل بنستخدم جميع انواع الاخشاب قال لي لا لان في الغالب دهان البولي استر له درجة تمدد وانكماش فما ينفعش اننا اركبه على او ادهنه على الاسطح الخشبية العادية او الطبيعية يبقى فيه شروط لاختيار نوعية الخشب شروط لاختيار نوعية الخشب ما ينفعش اننا ادهن دهان البولي استر على الاسطح الخشبية الليينة اللي هي الاخشاب الطرية اللي درجة التمدد بتاعتها بتبقى مفتوحة شوية يعني عالية طيب ما اللي احنا بنستخدمه على ايه على الاخشاب الصناعية اللي في الغالب درجة التمدد بتاعتها بتكون معلومة لان احنا قمنا بعملية تصنيعها فبالتالي بيبقى معلوم درجة التمدد والانكماش بتاعتها زي ايه زي خشب الابلكاش وزي خشب الكنتر وفي الغالب طبعا انا علشان استخدم الديهان على الاخشاب الصناعية دي لابد طبعا من مرحلة اعداد وتجهيز الاسطح الخشبية طيب هل انا عندي اسطح خشبية واحدة ولا عندي نوعين من الاسطح يعني اسطح جديدة واسطح قديمة طيب في الغالب الديهان الشفاف بتاعنا اللي هو الديهان البوليستر طبعا انا علشان ادهنه على الاخشاب القديمة لابد انها تكون اصلا في الغالب مدهونة ديهان بوليستر طيب ده بالنسبة للاخشاب القديمة يبقى بنقوم بعملية تجهيزها واعدادها اذا كان الديهان تالف بيتم ازالته بالمزيلات المخصصة لذلك وبعد كده بنقوم بعملية الصنفراء ونجري المراحل بتاعتنا العادية طيب اذا كان السطح جديد اذا كان سطح الاخشاب جديد يبقى بنبدأ نعمل ايه اول حاجة طبعا بنقوم بعملية الاعداد زي ما قلنا طيب عملية الاعداد بتتم ازاي احنا طبعا عارفين ان الاخشاب بتاعتنا بتكون مصنعة عبارة عن مجموعة من المشغولات الخشبية يعني اثاف حشبي صلوم انطريه صفرة حجرة نوم فالاخشاب بتاعتنا ديت عبارة عن مجموعة من الاجزاء بيتم تفصلها او مجموعة من الاخشاب بيتم تفصلها لانتاج المنتجات بتاعتنا سواء كان دولاب او سرير او كورسي او منضضة او طرابزة صفرة طيب يبقى في الحالة ديت بيبقى في مجموعة من الفواصل واللحمات ومجموعة من المسانير تم استخدامها في اعداد هذه المشغولات يبقى اول مرحلة عندي هو ازالة الزوائد الغروية الزوائد الغروية ايه الفواصل بتاعتنا بتاعت الاخشاب بنبدأ نشيل ازا كان في غراء زائد موجود عليها بنبدأ نزيله نشيله طيب وبعد كده بنبدأ المرحلة التانية اللي هو الضق على رؤوس المسامير اللي هي موجودة في الفواصل وفي اللحمات اللي تم تجميع بيها الاخشاب طيب المرحلة الثالثة ببدأ عملية صنفرة الصطح صنفرة جيدة جدا في اتجاه صمارة الخشب في اتجاه صمارة الخشب لان لو انا صنفرت عكس صمارة الخشب بيبدأ الخشب يتفصل او يبدأ يكسر ويعمل وبره على السطح فبالتالي انا بقوم بعملية الصنفرة في اتجاه صمارة الخشب طيب نشوف مع بعضنا كده المراحل نقطة نقطة ونتناولها بالشرح دهان البوليستر على الأخشاب أول حاجة بيديني فكرة عن الدهان بيقول لي دهانات البوليستر هي كيمويات سامة وهذه المواد محزور تداولها عالميا بسبب طبيعاتها المسرطنة وبسبب الأضرار البالغة التي تلحقها بالبيئة وفي دراسة علمية لوزارة البيئة أكدت فيها على خطورة استخدام هذه المواد على صحة الإنسان وحذرت من استخدامها في دهانات الموبيلية ولكن إحنا طبعا إحنا بنستخدمها ولكن فيه وقاية في عملية استخدامها يعني أنا ما باجي أستخدم الدهان بتاعي لابد أن أنا براعي الصحة المهنية من خلال التأمين العامل بتاعي طب تأمين العامل إزاي؟ من خلال ارتداء قفاز من خلال ارتداء كمامة هذه الكمامة عشان تمنع الأبخرة المتصعدة نتيجة تفاعل المواد الكيميائية ديك لا تؤثر على العامل طيب وارتداء القفاز ليه؟ لأنه لو جه على الجلد أو السائل بتاعنا اللي هو البوليستر لو جه على الجلد بيقوم بعملية كويو وبالتالي برضو بيرتدي العامل نظارة هذه النظارة بتكون مغلفة بحيث نظره لا يتأثر بالأبخرة المتصعدة لأنها بتؤدي إلى إحمرار العين فبالتالي عند الانتهاء من العمل لابد من أنه يبدأ يغسل وجهه جيدا مباشرة بعد الانتهاء من العمل طيب نبدأ نشوف أول حاجة اللي هو اختيار نوعية الخشب زي ما احنا قلنا لا يصلح دهان الأخشاب اللينة بالدهان البوليستر ليه؟ لاختلاف معامل التمدد والانكماش بين الدهان وسطح الخشب طيب المال نستخدمه على إيه؟ نستخدمه على الأخشاب نوعية الأخشاب اللي هي نسبة التمدد والانكماش فيها واضحة كأخشاب الكنتر والأبلكاش والقشرة المزدوجة الغالية القيمة يبقى عرفنا أن نوعية الخشب اللي احنا بنستخدم عليه دهان البوليستر اللي هي الأخشاب الصناعية اللي هي معلومة درجة التمدد والانكماش مرحلة التانية بعد اختيار نوعية الخشب إيه؟ إعداد السطح الخشبي الجديد أول حاجة إزالة الزوائد الغروية اتنين الضق على رؤوس المسامير تلاتة يعالج العقد بكيها العقد ديت يا جماعة اللي هي إيه؟ عبارة عن عقدة موجودة في الخشب هذه العقدة لو أنا ما أمتش بمعالجتها وإيقاف الإفراز الناتج من خلالها بتؤثر على طبقة الدهان طب أنا بقى أوقف الإفراز بتاعها بإيه؟ بكيها بعصير التوم عصير التوم بتاعنا اللي احنا بنكله بناخد فص التوم كده ونبدأ ندعك الجزء العقدة اللي موجودة على سطح الخشب أو باستخدام الجملك بعد كده بصنفر السطح يصنفر السطح وتزال الأتربة النتيجة من عملية الإيه؟ الصنفرة بعد كده بقوم بعملية استخدام معجون المعجون بتاعي إن أنا بسدي به مسام السطح بالكان بسدي به مسام السطح بالكان طيب المعجون ده إيه؟ المعجون ده في الغالب طبعا علشان أنا بقوم بعملية الصنفرة فيه ما بعد بصنفر المعجون ده فلابد إنه يكون المعجون ضعيف لابد إنه يكون المعجون ضعيف طيب المعجون بيكون من إيه؟ أولا طبعا بجيب المعجون عبارة عن إزبداج ولون يضاهي لون الخشب يعني لون مقارب للون الخشب وبضيف عليه كمية من الماء بحيث يبقى قوام المعجون مناسب لفرده على سطح الخشب بعد كده من الممكن إن أنا أضيف عليه كمية من معجون البلاستيك الجاهز لعلشان أدي له قوام متماسك وسرعة الجفاف على سطح الخشب طيب بعد كده ببدأ بعد عملية المعجون بقوم بعملية إيه؟ الصنفرة بعد جفاف سطح المعجون بقوم أصنفر الخشب مرة أخرى بحيث المعجون اللي بيتبقى على سطح الخشب في الأماكن اللي هي محتاجة اللي هي سواء كانت سقوب المسامير أو فواصل في الخشب أو لحمات موجودة في الخشب أو المكان الخاص بالعقد اللي هي بعضها بيبقى مكسر اللي إحنا قلنا بتفرز مادة راتنجية قد تؤثر على طبقة الدهان فيما بعد طيب بعد كده بقوم بعملية سباغة السطح سطح الخشب في حالتين في حالتين إما إن أنا بسبغ سطح الخشب لو أنا محتاج أسبغه أو إن أنا ما بسبغوش عاوز سطح الخشب على لونه على لونه الطبيعي العادي اللي موجود طيب بعد عملية صنفرة المعجون وإزالة الأكربة اللي موجودة من المعجون وزي ما قلنا أنا برجع السطح تاني خشبي مرة أخرى ما لا يتبقى من المعجون إلا في الأماكن اللي هي محتاجة فقط وبتكون مقربة للون سطح الخشب بقوم بعملية دهان السطح بقوم بعملية دهان السطح بالسلر الجاهز المخفف بالطنر السلر الجاهز المخفف بالطنر والسلر بيبقى عبارة عن مادة راتنجية شفافة بيكون شفاف وقوامه يشبه قوام العسل كده بقوم بعملية تخفيفه بالطنر وممكن أن أنا أرشه بواسطة مسدس الراش وممكن أن أنا أدهنه بالفرشة واستحسن أن أنا أدهنه بالفرشة لأن طبعا دهان عن طريق مسدس الراش بيغطي الطبقة الخارجية فقط من سطح الخشب أما بالنسبة للفرشة فبنقوم بعملية الضغط بالفرشة على السطح وهي مغمورة في كمية من السلر فبالتالي بيبدأ السطح يتشبع سطح الخشب بيبدأ يتشبع بعد عملية دهانه الوجه الأول بيترك فترة من الجفاف وبعد كده بقوم بعملية دهانه مرة أخرى للتأكد من سد جميع المسام اللي هي مسام سطح الخشب بمادة السلر طيب بعد ما أنا دهانته بالسلر ببدأ أعمل إيه؟ المرحلة اللي بعد كده زي ما قلنا يدهن السطح بوجهين من السلر على أن يجف كل وجه على حدة ثم يصنفر السطح صنفرة جيدة جدا وطبعا صنفرة نعمة وفي اتجاه صمارة الخشب علشان الخشب ما يتجرعش طيب بعد كده بقوم مجهز الدهان اللي هو ورنيش البوليستر بجهزه بيبقى ورنيش البوليستر مخفف بالطنر ورنيش البوليستر مخفف بالطنر وإحنا بنقول بنسب محددة بنسب معينة طيب كويس جدا بعد كده بدهن السطح بواسطة مسدس الرش طب يا مستر مانت حضرتك قلت لنا بالنسبة للسلر أن أنا بدهنه بالفرشة آه لأن أنا بدهن السلر بالفرشة لأن دي مرحلة إعداد وتجهيز عشان أحصل على طبقة المسام بتاعتها مغلقة بالنسبة لسطح الخشب وفي نفس الوقت إحنا عارفين أن دهان السلر بيكون دهان شفاف فبيبرز جمال طبقة السمارة الخشب اللي موجودة عندنا طيب لو أنا عاوز السطح مطفي لو أنا عاوز السطح مطفي يعني إيه عاوز السطح مطفي بعد عملية دهان السطح بالبوليستر وجه أو وجهين أو حسب احتياج السطح بواسطة مسدس الراش قبل جفاف الطبقة النهائية اللي هي الوجه الأخير بيبدأ بجيب كمية من بودرة التلك وبضعها على قطعة قطن وببدأ أدعك السطح بحركة دائرية خفيف جدا عشان أطفي طبقة البوليستر اللي هي طبقة الورنيش بتاعنا اللي بيكون شفاف طبعا احنا طبعا قلنا في البداية ان دهان البوليستر من الدهانات الضرة من الدهانات الضرة فبالتالي احنا بنوضح الجزئية دي وبنقول الضرر اللي ممكن يقع عن العامل من خلاله أولا انه ممكن يتأثر بالحرارة ويحدث منه انفجار أو شرارة نار ممكن تؤثر في الدهان نفسه فتؤدي إلى وجود بعض المخاطر أو الحوادث للعامل فبولي هو عبارة عن مادة سائلة خطيرة لها قابلية قابلية سريعة للايه للاشتعال عند تعرضها للحرارة أو أي شرارة أو شعلة كما أن أبخرتها تتكون مع الهواء يعني بيتكون مع الهواء خليط متفجر خليط متفجر إذا تلامست هذه المادة على الجلد زي ما قلنا فإن ذلك يسبب حروقا وتهيجات للجلد والعين تمام يسبب أضرار بالغة للجهاز التنفسي فبالتالي إحنا قلنا بنرتدي كمامة لذلك إيه هي بقى مميزات دهان البوليستر إيه هي مميزات دهان البوليستر طبعا دهان البوليستر أول ميزة هنتعرف عليها إحنا قلنا إنه دهان شفاف يبقى دهان شفاف على الأسطح الخشبية يظهر جمال المجهولات الخشبية وصمارة الخشب طب دي واحد اتنين يعطي طبقة لامعة يعطي طبقة إيه لامعة على السطح طيب من الممكن إنه يدهن أكثر من طبقة يعني الوجه الواحد بتاعه ممكن يعادل سلاس أو أربع أوجه من الدهانات الأخرى زي مثلا نطرات السيرلوز يعني نطرات السيرلوز ممكن أدهن وجه واتنين وثلاثة لا بالنسبة للبوليستر ممكن وجه واحد يعادل سلاسة أوجه من دهان نطرات السيرلوز أو أي دهان آخر من الدهانات الصناعية الأخرى طيب في نفس الوقت إن هذا الدهان مقاوم للمزيبات يعني بعد جفافه على السطح وتصلب طبقة الدهان لا يمكن إزالته بأي مزيل من المزيلات اللي إحنا عارفينها سواء كان الطنر أو الكيروسين أو النفض المعدني أو النفض النباتي يبقى يصعب إزالة طبقة الدهان طيب يستخدم كورنيش للأخشاب وأنواع متعددة من الطلقات لو أنا ضفت عليه لون آخر من الممكن استخدامه على الأسطح الخشبية كدهان ساتر ومن الممكن استخدامه في عمليات الدكور إعطاء طبقات لمعة قد تشبه من درجة لمعانها قد تشبه لمعان الزجاج ممكن أيضا انضاج هذا الدهان أو جفافه تحت درجة حرارة وهذه درجة الحرارة إما تكون في الجو العادي 25 أو من الممكن انضاج الدهان أو جفاف الدهان الجفاف النهائي داخل أفران داخل أفران أو يسلط عليها طيار من الهواء الساخ كده بننتقل لدهان الإبوكسي دهان الإبوكسي إيه هو دهان الإبوكسي دو دهان دهان الإبوكسي عبارة عن مجموعة من المواد الحديثة التي تستخدم في مجالات كثيرة ومتعددة والتي يمكننا تطوير استخدامها في مجالات جديدة وللحصول على مميزات وصفات وخواص مناسبة للاستخدامات العديدة طيب بالنسبة لدهان الإبوكسي دهان الإبوكسي زي ما احنا عارفين أنه هو عبارة عن مواد كيميائية زي ما قلنا بيتكون من مادتين عكس بعضهم أصلا يعني ايه عكس بعضهم يعني السيريزيان وهي مادة سائلة شفافة مادة سائلة شفافة والمصلب أو المادة الصلبة أو المركب الصلب المركب الصلب ده أو المادة المصلبة اللي أنا بضفها على السيريزيان علشان تعمل على سرعة جفاف الدهان سرعة جفاف الدهان على السطح طيب فبالتالي ببدأ أكون الدهان بتاعي اللي هو السيريزيان والمادة المصلبة المادة المصلبة بتاعتي فبجد عند إضافة المركبين مع بعضهم بضيف بنسب معينة هذه النسب عبارة عن تلاتة لواحد ايه تلاتة وايه الواحد تلاتة اللي هو عبارة عن السيريزيان يعني لو أنا جبت تلاتة كيلو من السيريزيان المادة السائلة الشفافة وضفت عليها المصلب أضيف عليها في حدود كيلو طبعا هي إحنا ما بنعملش بالكميات الكبيرة ديت لأن طبعا ده بيبقى أنا علشان أشتغل الدهان الإيبوفسي على السطح بلابد من استخدام كميات بسيطة ونوعية العمال اللي بتقوم بعملية دهان هذا الدهان لابد أن يكون لديهم من المهارة الفائقة لتجهيز وسرعة دهان طبقة دهان الإيبوفسي على السطح طيب فبالتالي أنا بكاهز كمية بسيطة هذه الكمية تكفي في حدود ساعة ساعة إلا ربع أو ساعة بحيث أنا وانا شغال بيها ما تجفش داخل العبوة اللي أنا ببدأ أشتغل فيها طيب أنا ما أبدأ أتكلم على دهان الإيبوفسي هجد أن دهان الإيبوفسي يا جماعة له أنواع مختلفة له أنواع مختلفة إيه هي الأنواع المختلفة دي يعني مثلا عندنا نوع من دهان الإيبوفسي بيستخدم في عملية الحقن وسد الفواصل واللحمات في الغالب على الأسطح بتاعتنا سواء كانت جدران أو على أرضيات بيبقى فيه فواصل وبيبقى فيه شروخ موجودة على السطح ففي نوعية معينة من دهان الإيبوفسي مكون بنفس الإسلوب اللي احنا قلنا عليه سيريزيان والمصل بيبدأ نجيب هذا الدهان ونحقن به الفواصل اللي موجودة بنكسر بحيث الفواصل تبقى واضحة قدامنا وبنبدأ نسد الفواصل ديت بديهان الإيبوفسي اللي هو خاص بإيه بالحقن وسد الشروخ والفواصل طب ده نوع طب النوع التاني النوع النوع التاني في الغالب بيطلق عليه اسم المونة الإبوكسية ايه المونة الإبوكسية ديت المونة الإبوكسية ديت اللي هو بيستخدم على الأرضيات اللي بيستخدم على الأرضيات لتحمل الاحتكاكات والبريق على السطح طيب المونة الإبوكسية ديت عبارة عن ايه برضو زي ما احنا متفقين عبارة عن السيريزيان والمصلب ومضاف عليه حصو هذا الحصو اللي هو في الغالب بيبقى حصو رخام او حصو جيرانيت او عبارة عن مزيج من الحصوات الصغيرة اللي هي بتستخدم قد تشبه اللي بتستخدم في عمل البلاط المزيكو وببدأ اضفها وبقوم بعملية مسج هذا المزيج مع بعضي وببدأ افرده على السطح وبقوم بعملية فرده على السطح زي ما كون بالزبط بعمل شغل المحارة يعني يا مستر بفرده بالبروة اه بفرده بالبروة على السطح بفرده بالبروة على السطح وفي النهاية سواء كانت ارضية او جدران طب يا مستر هو يثبت ازاي ما هو يثبت لانه بيبقى عبارة شبه حاجينة ليه لاننا بجبت الحصو بتاعنا وبعد ما جبت الحصو بتاعنا ضفت عليه السيريزيان السيريزيان الممزوج بالمصلب وبقلبهم كويس جدا بواسطة طبعا ما ينفعش بإيديا لا بواسطة خلاطات مجهزة لهذا الغرض وببط بحيس اتأكد من مسج جميع الحصوات بالمركب بتاعنا اللي هو خاص بالإيبوكسي طيب بعد كده بحمل كمية الدهام بتاعتي وضعها على الأرضية أو اضعها على الجدران طيب نبدأ زي ما قلنا أنواع الإيبوكسي بتاعنا الإيبوكسي الخاص بالحقن والترميم ويستخدم في سد الشروق والفواصل واللحمات وبعد الجفاف يتم تسوية السطح كويس طيب النوع الثاني إحنا قلنا عليه اللي هي المونة الأسمنتية طيب النوع الثالث اللي هو الإيبوكسي القار إيه الإيبوكسي القار ده الإيبوكسي القار ده اللي هو بيستخدم في الأسطح المعرضة للمواد الكيميائية الأسطح المعرضة للمواد الكيميائية زي إيه بالزبط يا جماعة يعني أنا عندي مثلا مواسير الصرف بتتأثر بالمواد الكيميائية والطرصبات المختلفة طيب يبقى بالتالي أنا باستخدمها في دهان المواسير المجاري بتاعتنا أو الصرف الصحي طيب بالتالي أيضا بيستخدم في إعداد ودهان الخزانات الأرضية إيه الخزانات الأرضية دي؟ الخزانات اللي هي مدفونة في باطن الأرض اللي هي تتعرض لعوامل جوية مختلفة فبالتالي أنا بدهنها بطبقة من دهان الإبوكسي القار علشان أتأكد إنها لا ينفذ لها الرطوبة التي تؤثر عليها وتؤدي إلى تأكلها طيب وإيه تاني؟ يستخدم في دهان أسطح السفر المعرضة للبلل والرطوبة ومعرضة للأملاح تستخدم أيضا في دهان أسطح السفر طيب بتستخدم في إيه تاني بتستخدم في دهان أرضيات المعامل الكيميائية علشان أتأكد إنها لا تتأثر ولا تتأكل كويس جدا طيب يبقى أنا عرفت كده تلات أنواع من دهان الإبوكسي طيب النوع الرابع إيه؟ النوع الرابع إيه؟ النوع الرابع اللي إحنا عارفينه طبعا بيكون دهان الإبوكسي الشفاف دهان الإبوكسي الشفاف دهان الإبوكسي الشفاف هو قد يشبه البوليستر ولكن أعلى جودة عن البوليستر وبالتالي أيضا من الممكن إعطاء أكثر من طبقة من دهان الإبوكسي على السطح وممكن قد تصل سمك الطبقات بتاعته إلى حدود سنتي أو سبعة ميلي وعلشان هو شفاف من الممكن استخدامه في أعمال الدكورات المختلفة في أعمال الدكورات المختلفة طيب كده إحنا اتعرفنا على أنواع دهان الإبوكسي فيه نوع آخر هذا النوع هو أنا مش موضحه هنا مش كاتبه النوع ده اللي هو بيستخدم في غرف العمليات في المستشفيات وفي المعامل الخاصة بالأعمال الخاصة بالمواد الكيميائية آآ علشان يبدأ يمتص الشحنات الكهربائية السالبة اللي هي ممكن تضر بالعاملين داخل سواء كانت غرفة العمليات أو داخل المعامل المختلفة اللي هي بتتعامل مع الشحنات الكهربائية المختلفة فبالتالي أنا بستخدم الأرضية بدهنها بديهان الانتي سانساتيك اللي هو الإبوكسي الانتي سانساتيك اللي هو خاص بامتصاص الشحنات الكهربائية اضطرة طيب أما نبدأ بقى نتكلم إن أنا علشان أدهن دهان الإبوكسي ده سواء كان على الأرضيات أو على الجدران بعمل إيه أولا طريقة الدهان عندي طريقتين اتنين من الدهان الطريقة الأولى إن أنا بقوم بعملية تجهيز الدهان بتاعني يتم تجهيز الكمية المناسبة حسب المسطح المطلوب زي ما قلنا من شوية إن أنا ما بجهز الكمية كاملة لا أنا بجهز جزء جزء من الكمية بتاعتنا وزي ما احنا قلنا ثلاث أجزاء من السيريزيان مضاف عليهم جزء من المصلب وببدأ أدهن أو أفرده على السطح طيب أنا علشان أفرده على السطح وأنا بقول أنا بمزج الاتنين مع بعض طيب يبقى أنا بمزجهم بإيه بمزجهم بواسطة شونيور اللي هو عبارة عن الخلاط قلنا خلاط عبارة عن عمود من الحديد في نهايته قرص يشبه المعلقة كده أو قرص دائري وهذا القرص في نهايته من أعلى بيكون الشونيور بتاعنا وبنبدأ من إيه نشغل الشونيور يبدأ يقلب كمية المصلب وكمية السيريزيان اللي موجودين مع بعضيهم في لفترة من الوقت قد تكون خمس دقايق لو زادت مش مشكلة بحيث أتأكد من مسج التركبين مع بعض أو المركبين مع بعضيهم بعد عملية تجهيزهم وعددهم ببدأ عملية بقى إيه تجهيز الأدوات اللي أنا هشتغل بيها تجهيز الأدوات اللي أنا هشتغل بيها أولا الأدوات اللي أنا هشتغل بيها لابد إنها تكون أدوات نظيفة ما فيهاش أي مركبات أخرى تكون لسه جديدة أو نظيفة جدا بحيث أنا هستخدمها طب حاجة تانية طب ده بالنسبة للفرش أو الرولات اللي أنا هستخدمها أو سواء كان البروة أو الأدوات اللي هي خاصة بتاعة المحارة اللي أنا هشتغل بيها أو الأوعية اللي أنا هضع بداخلها دهان البوليستر أو مونة البوكسي بوية البوكسي اللي أنا هضعها داخل الأوعية دي يبقى كل الأوعية وكل الأدوات اللي أنا بستخدمها لابد إنها تكون نظيفة طيب أول طريقة بستخدمها في عملية الدهان اللي هو بستخدم الفرشة في عملية الدهان يعني أفرد عجينة الإبوكسي على السطح بواسطة الفرشة بواسطة الفرشة أو إن أنا بفرد عجينة الإبوكسي على السطح وبعد ما أفردها على السطح بواسطة سكينة ببدأ أفردها على السطح خالص بحيث تغطي طبقة الجدران أو تغطي طبقة الأرضيات طيب احنا دلوقتي اتكلمنا وقلنا ازاي احنا بنكونه وقلنا ان احنا لابد ان احنا نجهنه بواسطة الفرشة او الرلة او الرلة المسننة الرلة المسننة طب بنستخدم الرلة المسننة ليه طبعا انا مبدي طبقة الايبوكسي على السطح هذه الطبقة يكون بداخلها بعض فققيع الهواء فققيع الهواء دي ممكن تؤثر فيما بعد على طبقة الديهان والديهان يقشر وما يجفش على السطح فبالتالي انا بستخدم الرلة المسننة وبمشيها على الارضية او بمشيها على الجدران عشان اتأكد ان السطح بقى خالي من فققيع الهواء طيب احنا كده اتكلمنا على ازاي الديهان بيكون وايه هي الادوات اللي احنا بنستخدمها في تطبيق الديهان ما تكلمناش على اعداد السطح السطح ازاي انا بشتغل عليه هل انا بجيب عجين الديهان الايبوكسي او دهان الايبوكسي بتاعي وقوم بعملية تنفيذه على الارضيات او الجدران اي جدران طبعا في الغالب لابد انها تكون ارضية خرصانية لو كانت ارضيات ارضيات خرصانية وارضيات مستوية يكون السطح مستوي جدا طيب وكذلك بالنسبة للجدران طيب لو احنا تكلمنا على الارضية الارضية هتكون مستوية ازاي اولا طبعا انا علشان اشتغل على سطح الارضية بديهان الايبوكسي بتاعي مش اي ارضية انا استخدم لها نوعية معينة باستخدم لها دهان الايبوكسي او المونة الايبوكسية لا انا عندي ارضيات معينة انا باستخدم لها المونة الايبوكسية زي ايه زي مثلا ارضيات المطارات ارضيات المستشفيات ارضيات الجراشات ارضيات معامل المعامل الكبيرة ارضيات البنزينة كل دي الارضيات اللي تصلح ليها المونة الايبوكسية ان انا افرد العجينة بتاعتي على الارضية دي طيب لو ارضية عادية بقى ارضية خرصانية داخل المنزل او داخل الصلاة وطبعا لانه بيستخدم في عمل ارضيات دكورية كبديل للسيراميك والرخام فانا ببدأ عملية التجهيز ان انا بجيب مكينة تقوم بعملية تسوية السطح زي مكينة الصنفرة الكبيرة ببدأ امشيها على السطح للتأكد من استواء السطح طيب لو كان في بعض اماكن مكسرة بجيب طبعا معجونة الايبوكسي سابقة التجهيز اللي هي جاهزة اصلا وببدأ ارمم بيها الاماكن بتاعتي اللي هي محتاجة كمية من العجينة او عجينة الايبوكسي علشان اسد الفجوات ديات او الفواصل او اللحمات اللي موجودة وبعد كده بقوم بعملية تسوية السطح بعد جفاف هذه المعجونة طيب بعد كده انا ببدأ اعمل ايه بدي طبقة من ديهان الايبوكسي الشفاف اللي هو مجهز لهذا الغرض بيبقى يشبه او بيقال عليه ديهان البرايمر الايبوكسي ديهان البرايمر الايبوكسي اه الدهان دوت انا بجيبه علشان اتأكد ان السطح بالكامل تم تغطيته بالطبقة العازلة لمنع الرطوبة فيما بعد عشان ما تؤسرش على السطح طيب انا بعد ما بدي السطح بالطبقة البرايمر الايبوكسي دوت اه بتركه حتى يجف وبجهز المزيج بتاعنا اللي هو مزيج اه المونق الايبوكسية اللي زي ما احنا تناولناه قبل كده وقلنا اللي هو السيريزيان مضاف عليه المصلب وبنضع الحصو بتاعنا وبنقوم بعملية خلطهم داخل خلاط معين اه وبعد كده ببدأ افرده على السطح طيب يبقى انا كده يا جماعة اتعرفت على كيفية اعداد الارضية اللي انا بنفذ عليها السطح طيب هل يا مستر ممكن ان انا بعد ما نضف الارضية وازيل الاتربة الناتجة من الصنفرة ادلق مية واخسل الارضية بالكامل وعلشان اتأكد انها نظيفة وما فيهاش اي اتربة وبعد كده ادي الطبقة بتاعتي لا طبعا ليه؟ لان المية ممكن تديني طبقة عازلة المية ممكن تديني طبقة عازلة على السطح فلو ادتني طبقة عازلة على السطح لن تقبل عجينة الايه؟ الايبوكسي لن تقبل عجينة الايبوكسي طيب بعد ما بدي طبقة عجينة الايبوكسي بتاعتي على السطح بتركها حتى الجفاف وبعد كده ببدأ مرحلة بقى سواء كان لو انا مدي العجينة بتاعتنا اللي هي ممزوجة بالحصو ببدأ اجيب الايبوكسي الشفاف بتاعنا وببدأ ادي طبقة بواسطة الرلة بتاعتنا على سطح الحصو اللي هو ممزوج بالايبوكسي بتاعنا طيب نشوف كده مع بعضينا يرعى تجهيز كمية مناسبة لاستخدام حتى لا تتصلب وتكون هذه الكمية مناسبة لاستخدام لمدة نصف ساعة يرعى غلق العلب بعد كل عملية استعمال عشان ما تتأثرش بالهواء تستخدم الرلة لفرد الدهان المصنوعة من اللبات وتستخدم الرلة في تطبيق الدهان مناسب على الارضيات الخشنة كذلك لدهانات الحوائط وتراعى النظافة التمة للسطح قبل الدهان مع نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة طبعا بالمزيل اللي هو التنر يرعى تجهيز كميات تكفي للاستخدام لمدة نصف ساعة زي ما قلنا ان انا بجاهز الكمية بتاعتي بجاهز كمية اللي هي هتقضي لمدة نصف ساعة او تقضي لساعة طيب بعد كده يتم عملية التقليب زي ما قلنا بالايه بالشونيور بتاعنا او بنقول عليه الخلاط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال الايبوكسي ايه هي الاحتياطات الواجب استعمالها او اننا اقوم بعملية اعدادها عند عمل او تجهيز الايبوكسي زي ما قلنا طبعا النظافة مهمة جدا يا جماعة النظافة مهمة جدا الارضية اللي انا هنفذ عليها او الجدران اللي انا هنفذ عليها لابد انها تكون نظيفة طيب نظيفة ان انا بجيبكم بروسر شفت اتربة بحيث اتأكد ان الارضية بتاعتي او الجدران خالية من اي اتربة قد تؤثر فيما بعد على طبقة الدهان طيب ايه تاني قال لي لابد ان يكون فيه تهوية التهوية دي علشان ايه التهوية دي طبعا لان فيه ابخرة وغازات ممكن تبقى متصعدة نتيجة التفاعل تؤثر على العامل وفي نفس الوقت تساعد على سرعة جفاف طبقة الايه الدهان وطبعا زي ما قلنا بالزبط في البوليستر ان العامل لابد من ارتداء الكمامة لابد من ارتداء القفازات برضو دهان بتاعنا هنا لابد ان العامل يتم تأمينه من خلال ارتداء الكمامة بتاعته وارتداء القفازات وليه لان ممكن الغازات زي ما قلنا المتصعدة نتيجة التفاعلات قد تؤثر على العامل يتم خلط المركبين بالخلاط الموضح عليه بالنسب الموضحة على العبوات طبعا احنا زي ما قلنا ان انواع الدهان الايبوكسي بتختلف وبالتالي انتاج الشركات بيختلف فبالتالي النسب التركيب او المركبات بتختلف من شركة لاخرى تختلف من شركة لاخرى تجهيز كمية مناسبة لطاقة العمل خلال ساعة واحدة يعني زي ما انا قلنا قلنا لا اما بنجهز لنصف ساعة او لساعة بجهز الكمية اللي انا هحتاجها لدهان مسطح معين وبقوم بعملية خلطه زي ما قلنا بالخلاط بتاعنا بعد كده بقوم بعملية تطبيقه على السطح جرعة نقل العبوات بعد اخذ الكميات بتاعتنا يعني باخد العبوات بتاعتنا وبحفظها بعيد بعد ما خدت الكمية بتاعتنا بعيد عن ايه درجات الحرارة العالية يجب التأكد من تاريخ الانتاج والمفروض ان الدهان بتاعنا اللي انا هشتغل به اللي هو دهان الايبوكسي لا يتعدى التسعة اشهر يعني لو المنتج بتاعنا اللي انا هدهم به بقاله مثلا 11 سهر يبقى لا يصلح لابد ان يكون على الاقل تسع اشهر نهاية الايه الصلاحية بتاعته لو بعد كده بيكون تالف لا يصلح في عملية التطبيق طبعا زي ما قلنا نتيجة وجود ابخرة متصعدة قد تؤدي في الغالب لبعض الاشتعالات او تؤدي الى ضرر للعامل فبالتالي لا يجب على العامل انه يدخن اثناء العمل تستخدم دهانات الايبوكسي في مجالات كثيرة ومن اهمها الاضيات التي تتحمل الخدمة الشقة زي ما قلنا اللي هي الاحتكاك والبري مثل ارضيات المصانع والجراشات والمستشفيات ومترو الانفاق والمطارات ومداخل العمارات ومحطات البنزين بعد كده طبعا احنا بنكلم عن مميزات دهان الايبوكسي مميزات دهان الايبوكسي بيمتاز دهان الايبوكسي اول حاجة باعطاء طبقة مانعة لنفاذ الرطوبة مانعة لنفاذ الرطوبة يبقى مقاوم للمياه والاملاح والاحماض والقلويات كل دي مواد لا يتأثر بها بيقومها اتنين يتميز بالصلابة العالية ومقاومة البري والاحتكاك يتميز بقوة الالتصاق على السطح وبالتالي من الممكن استخدامه على الاسطح الحديدية والخرصانية يتميز بسهولة التشغيل ولا يحتاج الى معدات خاصة يمكن الوصول الى سمك كبير زي ما قلنا في البداية قلنا ان ممكن ادي سمك من دهان الايبوكسي طبقة واحدة قد تصل الى تمانية او سبعة ملي يمكن الوصول الى سمك كبير لطبقة الدهان باستخدام عدد قليل من الاوجه طبعا احنا قلنا طبعا مرحلة تطبيق الدهان احنا بنطبقه ازاي على السطح قلنا يتم تنظيف الارضية جيدا او الجدران جيدا وبعد كده لو عندي كمية من الزيوت او الشحوم يبقى بتأكد من ازالتها بواسطة الطنر بتاعنا اللي موجودة على الارضيات في الغالب زي مثلا ارضيات الجراشات بتبقى عرضة او متعرضة دايما او معرضة دايما لزيوت والشحوم النتجة من بعض السيارات فلابد من التأكد من ازالتها ازالة جيدة جدا وبعد كده بيتم صنفرة الارضية كويس جدا بمكينة الصنفرة الكبيرة او اللي هي بتستخدم في عملية القشط عشان اتأكد من استواء السطح بعد كده بقوم بعملية الدهان على السطح بتاعنا وطبعا احنا قلنا ان قبل عملية الدهان الايبوكسي على السطح سواء كان مونة ايبوكسية او الدهان الشفاف الايبوكسي على السطح سواء كان الجدران او ارضية لابد من دهان السطح بدهان ايبوكسي تحضيري لوقاية السطح فيما بعد لوقاية السطح فيما بعد فبيقول لي هو يفضل دهان تحضيري من ايبوكسي الخاص على الاسطح الخارسانية او الخشبية او الاسطح الحددية قبل دهان الايبوكسي اللي هو الوجه الاخير ويتم ويتم خلط المركبين الاتنين مع بعضهم طبعا وعن طريق زي ما قلنا شونيور او خلاط وهذا الخلاط بيكون زي ما قلنا بطيء بالديني 300 لفة في الدقيقة بحيث بالديني 300 لفة بطيء علشان تأكد من مسج المركبات بتاعتنا للحصول على سطح مقاوم الانزلاق في بعض الاحيان لو انا اديت طبقة من دهان الايبوكسي على السطح والطبقة دي بتكون نعمة في الغالب بنحضر كمية من الرمال الناعمة وبنبدأ نرشها على السطح هو قبل ما يكون يعني عندما يكون حساس لللمس يعني ما جفش الجفاف النهائي علشان نتأكد اني مش هيؤدي الى حدوث انزلاق وحوادث للعمال احنا كده تعرفنا على دهان البوليستر وكيفية استخدامه وتطبيقه على الاسطح الخشبية وايه هو دهان البوليستر وايه هي مرحلة اعداد الاسطح الخشبية لاستقبال دهان البوليستر وكذلك اتعرفنا على دهان الايبوكسي وانواع دهان الايبوكسي وكيفية استخدامه واعداد السطح ازاي بيتم سواء كانت الجدران او الجدران او الارضيات الخرصانية وفي نفس الوقت يا جماعة معلومة بسيطة ان دهان الايبوكسي طبقة السطح بتكون طبقة لمعه ولا تدوم كثيرا يعني من الممكن بعد سلاسة اشهر ممكن طبقة الدهان تطفي الى هنا انتهي حلقتنا على امل لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله